موسيقى مساء الخير مشاهدينا في كل مكان برحب حضركوا ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الأحوال الاقتصادية هذه الأحوال العالم كله بيتأثر فيها نتيجة وجود كورونا فيروس هذا الفيروس اللي بالفعل يعني غير كثير جدا في العديد من المجالات السياسية الاقتصادية السياحية وده كمان تبع تغيير كبير جدا في العادات والتقاليد الخاصة بالاقتصاد في كل دولة من الدول بمعنى ان اصبح عدم التواجد باستمرار عدم القدرة على الذهاب والاياب في الشوارع ده بيؤدي الى التطور حتى في طرق الشراء وطرق البيع بشكل كبير جدا من هنا بتظهر اهمية التحول الرقمي اللي بتسعى اليه الدول بشكل كبير دول كتير سبقتنا في هذا المجال مصر اتخذت العديد من الخطوات في مجال التحول الرقمي اللي ظهرت اهميته في العديد من المجالات خاصة مع ظهور كورونا فيروس وعدم القدرة على التواجد في الاماكن بشكل مباشر ما بين الاشخاص اصبح لجوء الى الالكترونيات والتكنولوجيا ضرورة حتمية لابد منها وده ظهر في العديد من المجالات زي ما قلت التعليم والتجارة وطرق التعاملات بشكل كبير جدا من هنا كمان ظهرت الحقيقة اهمية الشراء والبيع عن طريق النظم التكنولوجية التسويق وزي بالفعل استثمر العديد من القطاعات هذا الموضوع وبدأوا ان هما يسوقوا ليه منتجاتهم يسوقوا ليه اعمالهم عن طريق التجارة الالكترونية نهاردة منتكلم مع حضراتكم هل هذه الفترة ساهمت بشكل كبير في انتشار التسويق عبر نظم المعلومات التكنولوجية او عبر مواقع التواصل او غيرها من طرق التحول الرقمي هل ده هيستمر على الفترات القادمة زي بالفعل نقدر نستثمر ده في اجراء العديد من المعاملات المالية بشكل كبير جدا خاصة والعالم كله زي ما قلت بيواجه مشكلة كبيرة جدا وان شاء الله نتخطاها بشكل كبير في كل دول العالم ونقدر ان احنا نتخطاها بشكل ايجابي النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على هذا الموضوع لكن قبل ما نبدأ الحوار اسمحونا نشوف ونتابع هذا التقرير بعد التقرير هيكون معنا الأستاذ الدكتور نزار نبيل استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا والأستاذ الزائر بكلية الهندسة جامعة القاهرة للتعرف على تفاصيل اكتر حول هذا الموضوع نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم لقد اصبح التسويق الالكتروني احد اهم الانشطة الاقتصادية سواء في الدول المتقدمة اقتصاديا او النامية خاصة في مراحل الازمات وعدم القدرة للأفراد على التسويق المباشر ذلك لكونه يعمل على تقليل الاحتكاك بين الأفراد ويوفر بيئة مناسبة للتباعد الاجتماعي يمثل التوصع في الاعتماد على التجارة الالكترونية وقت الاوبئة امرا ضروريا وحيويا لما يمثله من ارتفاع معدلات الامان لعدم الاختلاط ويمتلك السوق المصري اكبر عدد من مستخدم الانترنت في منطقة الشرق الاوسط ومع ذلك نسبة من يقومون بالمعاملات الالكترونية قد يكون ضئيل نسبيا عن العديد من الدول الاخرى ولكن يبقى السؤال هل ساهمت الاحداث الحالية في التوصع في التجارة الالكترونية والتسوق عبر الانترنت؟ هل ساعد بقاء الناس في المنازل على التسوق عبر الانترنت؟ كيف ستحقق التجارة الالكترونية مزايا للتاجر والمستالك والدولة ايضا؟ برجع لحضراتكم مرة تانية ومشاهدينا لأول مرة العالم كله بيتخذ نفس الخطوات والاجراءات الوقائية تجاه شيء معين وهو كورونا فيروس ده نقدر نقول انه الشيء اللي تجمع عليه العالم والاجراءات الاحترازية اللي بتتم في اي دولة من الدول هي نفس الاجراءات اللي بتتم في الدول الاخرى لتقليل الاعداد المصابة بكورونا فيروس بالفعل اتخذت العديد من الدول الاجراءات بصورة استباقية وقدرت انها تسيطر الى حد كبير على الاعداد وده شفناه من خلال العديد من الدول وفي نفس الوقت الوجود في المنازل وهو ده كان الاساس في البداية لمقاومة هذا الفيروس كان الاساس ده ادى الى العديد من الاجراءات الخاصة بالمعاملات المالية سواء كانت بنكية سواء كانت تعليم سواء كانت تجارة الالكترونية ازاي ده بيتم هنا في مصر وده تأثيره ايه على الحالة الاقتصادية وهل احنا بالفعل يعني ادى هذا الموضوع الى انتشار التسويق عبر الوسائل الالكترونية خلونا نعرف اكتر اسمحوا لي ان انا اراحب بضيفي اللي مشرفني براحب بيه الاساس الدكتور نزار نبيل استشاري الابتكار وادارة التكنولوجيا والاساس الزائر بكلية الهندسة جامعة القاهرة اهلا بك يا دكتور منوارنا اهلا بحضر اخبار كورونا فيروس ايه يا دكتور اه طبعا يعني كلنا عايشين في التجربة الفريدة دي من نوحها يمكن الناس كلها كانت بتتكلم على تطور تكنولوجيا وتتكلم بقى على اتجاهات مختلفة ومرة واحدة العالم كله كده عامل ايه ستوب وكله بتده يعيد هولد بالضبط كله بتده يعيد حساباته بتده يعيد تفكيره واتجاهاته في الفترة اللي جاي ويمكن خلال نقول احنا النهاردة احنا عندنا تحدي عندنا محنة عايزين ننلبها الى منحة ازاي بقى ان احنا نعرف نستغل الظروف دي ان احنا نرتقي بجودة الحياة النهاردة بالنسبة وزي ما حرجت افضلت وقلت من شوية ان احنا النهاردة انماط اداء الاعمال هيختلف يمكن قبل كده كنا بنعتمد على المركزية في اداء الاعمال كنانا لازم نروح في المكتب الفلاني عشان نحصل على الخدمة الفلانية دلوقتي لأ بقت لا مركزية او دي سنتراليزيشن دلوقتي كل واحد قاعد في بيته معايا وسيلة التواصل ايا كانت تليفون او كمبيوتر او حاجة زي كده عنده انترنت او رابط على شابة انترنت هيقدر يحصل على الخدمة دعي خلينا نقول ان انماط اداء الاعمال هتختلف حتى الثقافة يا دكتور يعني اسمح لي كنا الاول بنقول احنا محتاجين نغير ثقافتنا من التعامل المباشر ومن التعامل النقضي الى التعامل الالي بشكل كبير هذا الموضوع اكبر العالم كله والدول كلها انها تلجأ الى التعامل عبر وسائل الانترنت المختلفة لان ما فيش بديل في الوقت الحالي لاجراء هذه التعاملات كيف ساهمت نظم المعلومات التكنولوجية في التغلب على العديد من المواقف العديد من المجالات في ظل وجود كورونا بايروس خلينا ندي كده للسادة المشاهدين لمحة هو ايه اللي حصل في موضوع التحول الرقمي عشان الناس تبقى بس يعني ايه رابطة الحديث هل هي فكرة كلها ان انا بدل ما باخد الخدمة باستغامل عن طريق التليفون وهي دي كده ده التحول الرقمي ده جزء منه احنا منتكلم زي ما حريك قلت منتكلم على الثقافة منتكلم على انماط الحياة منتكلم على انواع الخدمات جودتها وحاجات كتيرة جدا ان احطها الجزء الخاص به النفاذ الى الخدمات اللي هي عن طريق بقى استخدام الاجهزة او استخدام الوسائط المختلفة او المواقع المختلفة ده جزء بسيط انما فيه مكون كبير جدا الثقافة جزء مهمة جدا عليها اللي حصل لنا حصل لنا صدمة تكنولوجيا انه زي ما انت بيقول لي كده ايه انه مرة واحدة اه سيدي احنا وراءنا حاجات مهامة عايزين نجري على اشغالنا مرة واحدة الاشغال وقفت وبقت اجباري اجباري بقى النهار يعني ممكن خليها نقول انه الولد ايكنوميك فومر ومتدر الاقتصادي العالمي طلع تقرير في اخر 2018 بيقول ايه انه في حلول عام 2022 هتظهر 133 مليون وظيفة جديدة ما كانش موجود قبل كده تمام وبالتالي انماط هذي الوظائف لما نيجي نقراها حاليها كلها معتمدة على التكنولوجيا الناس كلها كانت بتقول طيب هو كويس ان احنا يعني ده ده الترند العالمي ماشي كده انما ايه اللي حيخلي الناس كلها تندفع لهذا ايه اللي حيخلي الراجل بيعمل شغل نامة تقليدي بقى له سنوات عديدة يغيره لمجرد حاجة بسيطة ما كانش حدش عارف ايه اللي تريجر بقى للموضوع ده بالزبط فالمحفز او اللي بتخبط على الباب دلوقتي هو الفضل احنا موجودين فيها دلوقتي تمام وبالتالي النهاردة بقت فرصة سهبية جدا لجميع المؤسسات الكبيرة والصغيرة الحكومية المؤسسات المجتمع المدني ايا كانت تخصصها في اعادة ترتيب اوراقها والافراد كمان طبعا والافراد الوقتي الواحد الوقتي اللي كان يفكر النهاردة يمكن فيه مجموعة من الحوارات بتدور مثلا للقائمين على الهواند ريسورتي فالبين او تنمية الموارد البشرية في الشركات طالما الناس قاعدة في البيت وبتشتغل والشغل البيزنس نفسه والمنتج او الخدمة مازال قائم يبقى اذا لازم نعيد حساباتنا اصل هو انا لازم المواطن او الموظف لازم يروح كل يوم شغل الصبح طيب دلوقتي النهاردة عادة الانتاجية اكتر لان النهاردة هو قاعد ظروف مرتاح فيها فبالتالي النهاردة لازم اعادة الهيكلة النظم العمل كلها كمال نهزم النهائية هتختلف فبقت النهاردة فرصة كبيرة جدا كل واحد فينا دلوقتي لازم يستغلها لاستغلال الامثل تمام وده حقيقة يطور من نفسه ادبيا وثقافيا وتكنولوجيا وعلميا والحمد لله اقدر اقول انه بتوفيق من ربنا انه احنا عندنا النهاردة كمية ممكنات كل واحد وهو قاعد في البيت يعرف يستغل لها بس الشاطر يعرف يستغل لها صح خصوصا ان الحمد لله الدولة المصرية كان عندها خطوة استباقية في موضوع البنية التحتية التكنولوجية وبدأناها من فترة قبل ظهور حتى كورونا فيروس او حاجة وكان كتير الحقيقة حتى بيقول يا جماعة احنا ممكن نأجل هذا الموضوع ثبتت اهمية هذه الرؤية في الوقت الحالي وامكانية النهاردة ان انا استخدم ده في مجال التعليم وفي مجال التجارة وفي مجال يعني كافة المعامات اعتقد ده شيء اساسي جدا كيف تأثر قطاع الاقتصاد وقطاع التعاملات المالية بشكل محدد سواء كان تسويق سواء كان اجراء هذه المعاملات بهذه الفترة والرؤية المستقبلية الخاصة بها يمكن خلينا نبص على شقي زي ما انت قلت حضرتك الجزء الاولى انه هو وجود البنية الاساسية الموجودة تكنولوجية دي مدعومة برؤية سياسية مهمة جدا ورؤية الدولة في اطلاق المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي من 2015 مجموعات عمل كتيرة بتشترك في هذا العمل السيمفوني اللخم النهاردة بقى فيه شوية لو نتكلم على التعليم فحنا فيه عندنا حاجة اسمها بنك المعرفة بقيت النهاردة ذخيرة او مخزن حي لا ينضب 24 ساعة مليان كمق غير طبيعي من المعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية والاقتصادية السياسية التاريخية رائعة جدا فلازم نستغلها لجميع المراحل سواء كانوا اطفال سواء كانوا باحثين الرجل العادي يحصل عليها وبالتالي الحصول على المعلومة النهاردة اختلفت مرون بقى بالاسواق المالية وناخد بقى جوزف الاول ازاي حننروح للاسواق اللي هو التسوق الالكتروني او تجارة الالكترونية يمكن الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا دول حصل رواج كبير جدا جدا وارقام كبير جدا جدا اختلفت ومبيعات زادت جدا والاقبال على التسوق الالكتروني الانلاين بيزنس اللي كان بيخافي حط الكريت كارد بتاعه اتجرأ ولا ان الناس كلها مايش عاملها مخيفة حتى اللي كان عنده ثقافة انا لازم اروح اشتري من المحل او من المكان اللي موجود فيه وايس واعمل دلوقتي ما بقاش فيه رفاهية حتى للاختيار ده فاصبح شيء اجباري بس واحنا بنتكلم على ده عايزة برضو حريتك تشير الى ان احنا دايما في المجتمع المصري كان عندنا مشكلة التسويق حتى لنفسنا كان فكر ادارة التسويق الى حد ما مش الكل قادر ان هو يوصله بشكل جيد فهل النهارده مع لجؤنا ليه التسويق الالكتروني هل متطلباته مختلفة عن التسويق العادي هل ده ربما يتيح فرصة اكبر لنجاح عملية التسويق سواء للمؤسسات سواء للافراد عبر وسائل الانترنت طبعا الرسالة الاعلامية او الاعلانية اللي انا عايزة اوجيها بتختلف توقيتها بيختلف يعني لو انا حملز الاعلان في التلفزيون ففي عندي فترات الذروة الضادرات الذروة اللي موجودة على منصات التواصل الاجتماعي لو انا حياديها 24 ساعة 24 ساعة هو البتر متاعك بقى مختلف انت حد ما كنت تستحمل تتفرج على اعلان مصور طب على السوشال ميديا هي بشكله عامل ازاي زي ما انت قلت حد ما احنا كاشخاص كمان ابتدت الناس النهارده بتحط فيديوهات صغيرة مدتها ديئتين تلاتة عايزة توصل رسالة فبقى التسويق النهارده بقى ليه نمط غريب جدا انه نهارده مش لازم ان انا بقى عندي استوديوهات كبيرة وان انا يبقى عندي كاست وفريق عمل ضخم جدا مجموعة من البرمجيات على كمبيوتر ده بالموبايل فعلا وفيه ناس بتستعملها لايب على التول بالزبط فطبعا ده بيزود الانجيشمت او بيزود الربط او التشبيك بالطالب الخدمة ومزود او مقدم الخدمة وبالتالي ابتدين بص على باترن بقى انماط الاستهلاك تعطي الناس ركلاها عاملة زي الرسالة او اخاطبك حضرتك ان انا اتدي اجتزمك تحدي انطلقت ليه بقى وبقى كبير لانه مزودي الخدمات او مقدمي المنتجات ما هم فيه ناس جير منهم منافسين فبالتالي ازاي ان انا اعرض الميزة التنافسية بتاعتي على المنصات الالكترونية بشكل مختلف المقاومات اختلفت المقاومات اختلفت الانجزاء مختلف قبل كده انا كنت بعمل اعلان في الشاشة اي حد ممكن تفرج علي دلوقتي بقدر اعمل اعلانات موجهة انا عايز اخاطب الناس اللي في المنطقة الفلانية الناس اللي ليهم الاهتمامات الفلانية المرحلة العمرية اللي كده طلبة المدارس او طلبة الجامعة اللي بيشتغلوا في الشغلانات الاتية اللي بيعودوا على الانترنت اكتر من كذا ساعة فبقت النهاردة بقى فيه تركيز فبالتالي الوصول وتحقيق الغرض من الرسالة الاعلانية بتاعتي بقى غرض مهم جدا يبقى فيه عندي الوصول الى الرسالة تكوين المحتوى نفسه بقى كزء مهم جدا لازم فيه عنصر التشويق والاثارة ودي اساس قصة التسويق عمتا وبالاخر بعد كده كمان سهولة الحصول على المنتج او الخدمة بتاعتك انا لازم نقفل الدايرة بقى انا ممكن اعملك اعلان حلو جدا بس في الاخر انا عايز بقى المردود المردود او العقد ما بيتكملش الدايرة عندنا او بتقفل السايك زي ما بنقول هل ده يعني بيختلف من دولة لدولة احنا دلوقتي الدول كلها مقفولة على نفسها نفس الاجراءات اللي هو عدم الخروج من المنازل اللي بتعاد كل هذه المقاومات موجودة في كل الدول هل ده هيؤدي الى تأثر الدول بنفس الطريقة او بنفس المقدار ولا هيكون فيه اختلاف طبقا لان في دول شطرة جدا في التسويق عندها قدرات تكنولوجية عالية عن الدول الاخرى هل ده نقدر نقول هيبقى ليه عمصر في مقدار هذا التأثر وبالنسبة لنا هنا في مصر الوضعي اه اخوة زي ما انت عليك تفضلت وقلت الدول بحسب جهزياتها التكنولوجية هتخلي مدى استيعاب الجمهورة لها على النفاذ او استخدام هذه التكنولوجيات المختلفة فبالتالي الدول متقدمة هم بيستخدموا التكنولوجيا وبيستخدموا الانترنت وبيستخدموا موبايل من فترات كبيرة جدا في كل أنماط حياتهم فبالتالي ده مش حاجة جديدة بالنسبة له تمام انما هتوجد منظومة جديدة ان احنا نقعد الحجر المنزلي على سبيل المثال هتقعد في البيت طبعا انا عايز اجيب اكل واشرب طبعا مين ده هجيب للطلبات فهتتخلق وظائف جديدة النهاردة مكانش موجودة قبل كده بتاعة الديليفري الماركت شير هيوسع هيوسع وحيختلف اهه اخدامها الحاليك ازاي هيبقى النهاردة انا النهاردة انا لازم هل ان انا عايز اجيب واجبة هل لازم ان انا اروح اشتريها من مطعم لا تمنى النهاردة ممكن نبتدي افكر في اعمل بيزنس ان واحد بيعرف يطبخ او واحدة بتعرف تطبخ وهي تقدر تعمل البيزنس ده عندها في العمارة بتاعتها زيها زي اي اي مطعم مطعم مشهور او مطعم قويس فالانماط اختلفت تمام ماذا الاستعداد هوا المهمة بقى التكنولوجي لفل بتاعي انت مصر لحد فين النهاردة بنقول طيب هل احنا كل الناس في مصر مثلا انا بتكلم على الوضع في مصر معاها سمارتفون او الهواتف الزكية اللي جابها مقدرش اقول المية في المية من الشعب المصر يعني نسبة كبيرة نسبة كبيرة طيب ما بالنا بقى بالنسبة اللي مش معاها طيب هل نقعرف النهاردة ندي تطبيقات على التليفون العادي بتاع زمان ده بالرسائل النصية ومحرمش الناس اللي معاها تليفون عادي بسيط جدا انه يستغل ويحصل على الخدمة دي دي العبقرية في التنفيذ بقى يمكن فيه كينيا في المدفوعات العبر المحمول ومع احد شركات المحمول عملوا بروشيك جدا اسمه ان حضرتك بالتليفون البسيط من غير ما يبقى فيه سمارتفون ولا حاجة زي كده تداري حضرتك تنجزي او تنفيذي مجموعة من المهام والعمليات عن طريق الاس اماس مثلا الاس اماس خفيفة تعرف ان انت تحملها على التليفون ممكن تكون موجودة مش محتاجة سمارتفون فده هيفتح مجال بقى للشمولية اننا النهاردة عايز نتكلم بقى على المدفوعات المدفوعات الرقمية والشمول المالي النهاردة بين خلالنا نتفكر على ازاي بقى حنبص لي المجتمع كله النهاردة يتعامل بالمعاملات الالكترونية البنوك بدت تنزل النهاردة مجموعة من الشهادات بفوائد كبيرة جدا في الفترة السنة اللي جاية لمدة سنة وتحصل عليها عن طريق التليفون تمام النهاردة بقى البنوك فيه نسبة كبيرة من البنوك عندها محافظة الكترونية حركة بتنزل محافظة الكترونية بتقدر تتابع الفلوس بتاعتك تقدر تسدد الالتزامات بتاعتك بتشوف حركة الفلوس اللي معاك شكلها عندك عاملة ازاي وبالتالي تقدر تنقل من حساب لحساب فلو واحد ما أجر شقة على سبيل المثال مش لازم الراجل يجي له صاحب الشقة أو لازم يروح يعملها إداعا في مكانة الـ ATM لو حركة عندك المحافظة الإلكترونية دي تقدر تحملها وتدفع تحول الفلوس وانت قاعد في بيتك مرتاحة فشجعت النهاردة وجود حزمة من الخدمات كتيرة جدا النهاردة لقينا مثلا الدارة العامة المرور قالت تجديد الرخص وكده متوقف بس تقدر تدفع المخالفات عن طريق الفابر وده الورقة الإصالة اللي معاك ده هو ده الإثبات ده مرحلة كبيرة جدا من بناء الثقة الشفافية الشفافية وبناء الثقة عند مجرد الورقة دي أزبت تخلص إذا أنت جد رخصتك ساري فبالتالي يبقى وده كمان كان عنصر من عناصر التخوف في الانتقال إلى المعاملات التكنولوجية أو الأساليب الرقمية كثير جدا يقولك لا أصلا لازم أروح واخد الإيصال وإيصال يفضل معايا علشان يبقى مختوم هنا بقت العالم كله أو الدولة كلها بتسير وفق هذا النهج فما بقاش فيه مجال للتشكك في هذا الموضوع كنا بنشجع قبل كده المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر بنقول للشباب دي فرصة لدعم الإتصاد المصري وفرصة كمان لإيجاد فرص عمل بالنسبة لكم هل ساهم هذا الموضوع في الإقبال على هذه النوعية من المشروعات والتسويق لها بأساليب مختلفة ربما كانت بتمثل مشكلة قبل ذلك لدى القائمين بهذا الموضوع ده لو احنا مسكنا بقى ملف ريادة الأعمال والاقتب الكورونا فيروس هنلاقي مجال خصب جدا لو نتكلم على برنامج الدولة في رواد 2030 اللي هو البرنامج الطموح جدا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ابتدى يجهز مجموعة من المبادرات والبرامج سواء كان على الصفحة بتاعته على الفيسبوك توجيه النهاردة رواد الأعمال التعامل مع هذه الأنظمة الغير نمطية وغير تقليدية في الفترة يمكن لو من أسبوع فات بالضبط لحد النهاردة يمكن طلعت ثلاثة أو أربع مسابقات بتدعو الرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية للمساهمة في علاج حاجات خاصة من أول أجهزة تنفذ أو أجهزة متابعة أو أجهزة ديتكشن إن إحنا نقدر نقول تحديد أو متابعة الحالات المرضية فبقى المجال خصب جداً النهاردة وعلى فكرة كلنا في مستوى العالم كله وقفين على نفس المرحلة يعني جدول العالم من أقصرها تقدماً إلى أقلها تقدماً كلهم نفسي نفس المنطقة فبالتالي النهاردة كل واحد النهاردة عنده فكرة بقى فيه النهاردة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت مبادرة بتلاتين مليون جنيه دعم للي يبتدي يساهم في حلول لكورونا فيروس أرقام بقت كبيرة موجودة النهاردة الشباب يلا بقى يشتغل ومشبرة الشباب يعني المشروعات صغيرة الأفراد كلهم أو الجموع المواطنين بالضبط ممكن يكون بيشتغل مثلاً في تخصص في أحد الجهات وطلع معاشه وبس هو من قراءاته والطلاع وعرف يطلع فكرة قدم بيها وابتدي أدخل وابتدي نافس وهكذا مجال التنفيذ الفاعل الفكرة في حد ذاتها أو المشروع في حد ذاته غير مرتبط بالسن احنا شفنا رجال أعمال على مستوى العالم بدأوا أفكارهم أو بدأوا مشرعاتهم بعد بلوغهم سن المعاش وحققوا مليارات من المكاسب طبعاً كلنا عارفين هذه القصص الشهيرة هنا في مصر إعادة هذا النمط والتحول التكنولوجي بدرجة كبيرة في كافة العمل احنا مشوف حتى وإحنا عادين في البيت دلوقتي أبليكيشنز جديدة بتظهر للأفراد عشان حتى يقضوا وقتهم دون ملل أو نوع من التجمع عبر وسائل الإنترنت هل ده ممكن كمان يخلق لي أشغال جديدة مشروعات لم تكن متوقعة في الفترة الحالية وتأثيره على الناحية البحثية والتكنولوجية في مصر لأن احنا برضو عايزين أن ننمو فيها بدرجة كبيرة جداً وعلى قطاع هذه المشروعات بالضبط دي ممكن بقى النهاردة نتكلم على إيجاد فرص العمل تمام احنا النهاردة بنشوف الجهات النمطية التقليدية أعمالها قد تكون تأثرت يعني المطاعم أو المولات أو الحاجات إذا كده بناءنا على الحظر اللي كان اللي موجود ما فيش ما بتشتغلش صحيح كويس طيب دوقتي رب العمل دوقتي قدام حاكتيني يفضل قاعد مستني كده الدنيا تفك ودنيا تبقى جميلة ما نعرفش هتخلص ودي بخسارة عليه ودي بخسارة عليه أو يبتدي يفكر بأسلوب غير نمطي وغير تقليدي تمام لأداء الأعمال وابتدى بالفعل بعض هذه الجهات تبدأت تاخد هذه الخطوات وبالتالي طب نبص على الفرد بقى نفسه هيقدر يعمل إيه أنا النهاردة واحد عندي شوية طلبات أو عندي شوية احتياجات معينة قدرت أن أنا أفكر في فكرة بتحلها لي طب أنا مثلا لو أنا طالب في الجامعة ومسلا أعرف واحد صديق لياه أو بعرف حضرتك حضرتك مثلا المبرمجة بقول لحضرتك فضالي ممكن تساعديني في عمل البرنامج الفلاني ده عمل تهولي إيه اللي هيحصل ما هو فيه زيه إحنا الاتنين كتير جدا سعيد هبتدي أنشر كلامي والنشر على الوسائل المختلفة النهاردة بقت سهل جدا الناس عايزة تسرع الناس عايزة تشوف وبالتالي النهاردة فتح مجال خصب جدا انتشار انتشار فتح مجال خصب جدا للابتكار فتح مجال خصب جدا للريادة وبالتالي النهاردة الاسلوب غير نمطي وغير تقليدي أهم حاجة عايزين نقولها هو إيه الناس هتروح للتطبيق بتاعك ده ليه لما يبقى فيه عندنا قيمة مضافة حضرتك بتاع الحاجة الناس محتاجاها مختلفة كمان مختلفة والناس عايزة ده التسويق بقى الجيد ده عنصر من عناصر الناس هتسمع عنك بالزبط يمكن شوفنا مثلا المثال اللطيف جدا الناس محتاجة ترفيه فلقينا وزارة الثقافة ابتدت تنزل برامج النهاردة على السوشيال ميديا وعلى تلفزيون تلك الحفلات الثقافية اللي كانت موجودة عندها أو الاحتفالات في دار الأوبرا وغيرها طبعا خطوة رائعة جدا طيب ما بالبقى لو احنا مثلا فرقة موسيقية يمكن كان فيه احد الزمل الصديق ليه بيقول لي احنا ايه انا هنخرج مع بعض طب هنعمل ايه هنفتح البرنامج بتاع هنأزين نروحوا السينما ايه هننروحوا السينما ازاي هنجيب ببرنامج من البرامج اللي موجودة تاعت الاجتماعات نجتمع عليها بالفيديو كونفرنس أو بالسوفتوير وواحد يشغالينا فيديو على اليوتيوب ونتفرج عليها كله طب نوع من أنواع الهزار هم ممكن تيبع فكرة هزار ده حتى على مستوى الدولة احنا بنشوف اجتماعات مجلس الوزراء دلوقتي عبر الفيديو كونفرنس يعني ده على كافة المستويات نتيجة يعني الأحداث أو نتيجة الحالة الطرقة اللي بيمر بيها العالم إن شاء الله يكون فيها برضو يعني شيء إيجابي بإننا بنخطو خطوات نحو التقدم التكنولوجي نقدر أن احنا نستفيد منه بشكل أسرع إن شاء الله أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لأستاذ الدكتور نزار نبيل استشاري الابتكار وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأستاذ زائر بكلية الهندسة جامعة القاهران وارتين يا فندم شكرا يا فندم إن شاء الله الأزمة تعدي وتضاني الإيجابيات اللي أخذناها منها هي دي اللي موجودة وهي دي اللي نستجمل بيها طريقنا بإذن الله شكرا يا فندم شكرا ديك وبشكر كل اللي تابعونا غدا يتجدد اللقاء مع الاقتصاد والناس